يعني أنتم الآن لو تراهضوا على سبيل المثال لا بدون تعود المسألة تحتاج إلى تولية هؤلاء الناس ظهروا على السطح وجسورة معيبة للغاية يعني هم لازالوا يغنون ويتغنون بحل الدولتين والصهاين رافضينها جملة متفصيلة فأي حل أي دولتين ويقول لك استعجلوا والله وحماس قمرت بالقطاع وحنا كنا على وشك والله ولا كنت على وشك ولا بتجيب سنتيمتر واحد والله ما راح تجيب سنتيمتر واحد خليك في تطبيعك وجاهر بالمعصية والناس عارفين كل المستخبي كله والأمر راح توصل إلى وين تمام إذن هؤلاء الناس الآن صاروا يرفعون من سقف الطائفية ولا حطوا وآخر مرة صار عندنا هنا من يومين في مصقط هنا في الواد الكبير ناس مجهولين قاموا بعملية وقتل في حسينية وتعرفوا الأخبار الأخبار أزال فيها خمسة قتلى وشيء وعشرين جريح وما شابه ذلك المهم جات سليمة والأجهزة الأمنية سيطرت على الوضع وقتل الثلاثان تمام؟ طيب الآن مثلا هي لا تخرج عن سياق المنظومة متكاملة لأنه لا الناس حاسبين عمان على المقاومة لأنها رافضة التطبيع وأنها طرح وتناصر قلبا وقالبا حركة المقاومة وفصائل الغزة والحق الفلسطيني وعمان ترفض تصنيف فصائل المقاومة وعلى راسة حماس كمنظمات إرهابية هي حركة مقاومة يعني الورد الأمريكي ما ينطلع علينا خاصة فهذا يعني الجزاء عمان وقبلها سبقت حركات يعرفوها العمانيين كلها تدخل في نفس السياق تمام؟ لكن تعرفوا طبعا تم القضاء على هؤلاء الناس الجثث موجودة تمام؟ وبالتنسيق مع طبعا الأجهزة الأمنية الشقيقة والصديقة وتعرفوك والأجهزة الأمنية دايما بينها تنسيق وبينها تبادل مصالح ومعلومات وخبرات وكذا وكذا وحياتكم يا أخوان يطلعون حتى ملابسهم الداخلية يشتروها من وين اصبروا مش بس المعلومات عنهم أنه جاءوا من وين ومن أدخلهم السلاح ومن زودهم لا لا هذه معلومات سطحية تعتبر بيطلعونهم حتى ملابسهم الداخلية جاءواها من وين يشتروها والفواتير والحطوها بتشوفوا يعني عشان يتوبوا مرة ثانية وما يتجره ويتطاولوا على دول لمجرد أنه يعني ما عجبهم موقفها وشو من القبيل من ليس معي فهو ضدي هذا هذه عقلية البعد الواحد ما رح تستمر ولا رح يعني ما لها استهلاك ولا زبائل مثل ما يتوقعون في كل مكان والزمان انتك تفهمني شو بتتعطى قل لي انت شو بتتعطى لأتعطى متل أخي ما تعد تقنعني ولا بأي احتمال ما خلاص